مملكة البحرين على صعيد أحياء قطاع اللؤلؤ الطبيعي والوصول للسوق الصيني باعتباره أكبر مقصد للصادرات الدولية وتأتي هذه المشاركة استكمالا لدور مملكة البحرين البارز في إبراز المنتجات والخدمات الوطنية في المحافل الدولية المتخصصة التي من شانها أن تعزز من صادرات المملكة إلى الأسواق الوعدة هذا ويشهد معرض الصين الدولي للاستيراد بنسخته السادسة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم كما أنه سيتوح فرصا استثمارية عديدة وشراكات استراتيجية وعدة في مختلف المجالات بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية